فصل جديد من فصول التوتر الأوروبي التركي فيما عقوبات الاتحاد على تركيا لم تنضج بعد ألمانيا هذه المرة ترفع الصوت في وجه التجاوزات التركية معلنة بأن أنقرة منعتها من إكمال تفتيش سفينة تركية يشتبه في نقلها أسلحة إلى الداخل الليبي وبين شرقية المتوسط وتأجيج النزاع الليبي شكاوى أوروبية متكررة من سلوك أنقرة العدائي لماذا يتأخر الاتحاد في فرض العقوبات على تركيا هل يشكل الحادث الأخير مع ألمانيا دافعا إضافيا للأوروبيين لانتهاج السياسة أكثر حزما تجاه أنقرة معنا من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد مساء الخير سيد جاسم محمد سأكرر عليك هذه الأسئلة التي طرحتها في المقدمة إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الحادث فيما يتعلق بسفينة هامبورغ وهي جزء من عملية إيريني لمراقبة طبعا ما يتم نقله إلى ليبيا إلى أي مدى يمكن أن يكون سببا إضافيا لأخذ أوروبا موقف صارم هذه المرة تجاه تركيا تصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذكر بأن السياسات أردقان هي سياسات استفزاز وخاصة خلال زيارتها على سبيل المثال إلى الجزء الشمالي من قبرص جزيرة فاروشيا أعتبرها هو استفزاز وهذا يعني بأن ألمانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاجتماع الأخير الذي عقده ما بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أيضا أكد بأن للأسف أنه أردقان يضيع الكثير من الفرص خاصة إذا أخذنا بالاعتبار بأن شهر ديسمبر المطلع ديسمبر سوف يكون هناك اجتماع إلى الاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع ربما سوف يكون الفرصة الأخيرة إلى أردقان في أن يعني يغير على الأقل من سياساته في شرق المتوسط ما هي الإمكانية لحدوث ذلك سيد جاسم محمد هل ترى أي إشارات بأن أردقان قد يخطو بعض الخطوات إلى الوراء بسياساته تجاه ما يحدث شرقية المتوسط وليبيا ما يتعلق في تصريحات أردقان الأخيرة دول أوروبا التصريحات الأخيرة هو يدعو إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بعض وصفوا بأنه تراجع من قبل أردقان لكن أجد أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدا بأن تصريحات أردقان لا تتماشى مع أفعال أردقان الاستفزازية وأجد أن ما حدث مع السفينة التركية التي تم اعتراضها من قبل الفرقاطة هامبورغ كانت أيضا هي مؤشر آخر فأجد أن أردقان للأسف أنه لا يبدل أو لا يقدم الكثير من النواية الطيبة مع الاتحاد الأوروبي وأجد أن دول الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا كأنما تعايشت مع هذه الجدلية ما بين بروكسل وما بين أنقرة فسياسات أردقان أجدها أنه سوف لا يكون هناك تغيير وأجد أن أردقان أيضا لا يعول كثيرا على الاتحاد الأوروبي ما هو مستوى العقوبات التي يمكن فرضها على تركيا باختصار لو سمحت لسيد جاسم محمد العقوبات التي تلوح بها الاتحاد الأوروبي هي عقوبات اقتصادية ضد الأشخاص وكذلك ضد رسامي المالية وربما ضد سفن أعتقد هي هذه حزمة العقوبات التي ممكن أو السقب الأعلى الذي ممكن أن تلوح به دول الاتحاد الأوروبي ضد أردقان شكرا جزيلا لك جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب من بون في ألمانيا شكرا شكرا